اهلا بك عزيزنا من الشاهد في حلقة من حلقة قناة نقراط على اصفير الزينة انه giorni نتكلم عن الواجبات اللي واجب يقوم بيها الهاوي او المربي تجاه تيور الزينة خاصة طيور البرج في فصل الصيف فصل الصيف من الشهور الصعبة على تيور الزينة وعلى الرغم انها ممكن تنتج في فصل الصيف الا ان تشغيل تيور الزينة وانتاجها وتزاوجها في فصل الصيف بيقضي على الطيور وبيقضي على صحتها وبيؤدي الى انهاك الطيور وانتاج اقل وانتاج ضعيف على عكس المتوقع وعشان كده واجب على الهاوي او المربي انه يرفع البياضات في فصول الصيف الحرارة عشان درجة الحرارة جوه البياضة قد تؤدي الى قتل العصفير اللي هم الاهالي وبتؤدي الى كابس البيض نتيجة فرط درجة الحرارة يبقى اول حاجة ياخدها المربي تجاه طيور الزين خاصة البطجي استرالي انه يرفع البياضات عشان ما يديش للعصفير فرصة لتكوين عش او الرؤاد او الدخول في درجة حرارة البياضة من الداخل الحاجة التانية انه يهتم بتقديم الخضروات الورقية للطيور الزينة وكمان الخيار والكوسة والخضروات الورقية عشان تمد الطيور بالاملاح المعدنية اللي نقصة في اجسامها وبتؤدي الى امدادها بالماء كمان اه خضروات زي الخاصة او الكرومب او البروكلي لانه بيساعدها على عملية الهضم الحاجة التالتة ان يضع المربي او الهاوي حوض الاستحمام من الفخار يحطه في ارضية القفص ويكون يتمتع بوجود ماء ضحل عشان طيور الزينة خاصة البطجي بتامين الاستحمام من مرتين لتلاتة في فصل الصيف وبتخفف بيها درجة الحرارة بتاع اجسامها عشان تقدر تتغلب على الاحتباس الحراري او من الممكن انه يرش الطيور بعيدا عن العين والانف والكير بيرشهم ببخاخ مية لكن ما يكونش بخاخ مية ساعة عشان تقدر الطيور تتوائم مع درجة الحرارة ويدخلهم من البلاكونات المكشوفة او ان كان لابد من وجودهم في البلاكونات يقفل الستائر عشان يحميهم من الشمس المباشرة ما يسيبهمش في درجة الحرارة اه اه بتاع الشمس المباشرة يريد تدخلهم في وقت القيلولة ويرجعهم في الوقت الدرجة الحرارة بيكون في اه انخفضت كمان اه بيمد العصافير بالتغذية المناسبة ولا يكسر في تقديم المواد الدهنية او المواد البروتينية ان عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك للقناة عشان تصل لكل فيديوهاتنا هنجاوب على كل الاسئلة والاستفسارات اللي هتصلنا منكو الى اللقاء في فيديو اخر تقبلوا تحياتنا من قناتنا قناة عصافير الزيان